السلام عليكم و هو جعنا لكم مع فيتو نوه خلطة بيطة 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 و معانا عودة الأبن المفتوض ليس الضال، الضال ياسو هذا المفتوض أحمد اليماني أبو محمد و معانا عبد البحاو عبد العزيز من الإمارات حبيبنا الغالي الدعم العبدي بحيم بحيم ماذا أنت يعني المعافظة العامة لا يمكن في أحد يدخل أول شيء اللي ما يعرفه هذا اسمه باهي ايه وهذا اسمه محمد ثاني شي في بعض الأسئلة أشوفه هنا يقولونك أنا مبعرفه شو فكرة الفيتو طبعا يقول لك أنا ما عرفه شو نظام الفيتو ما يفهم شو اللي انت قاعد تسوينا بالضبط نظام الفيتو هو حق الاعتراض على أجوبة الآخرين بمعنى أنا بينسأل السؤال هنا بيجواب علي عبد العزيز إذا أنا عجبني جوابه أتمساكت إذا ما عجبني جوابه أو شفت أني أنا أختلف معه في الرأي فيتو حق الاعتراض اللي هو الفيتو كيف أنا أعترض على الفيتو نضرب بفيتو مثله ايه نعم أو فيتو أقوم منا اللي هو الـ Golden Vito الفيتو الـ Golden Vito بحيثنا محد يحق لا يعترض على جوابك سيكون جواب نهائي خلاص تسكت الجميع وطبعا ليش تعترض لأنه أنت ما تجاوب إلا لما يكون السؤال عندك في دور طيب مثلا جاني سؤال وأنا ما أبي هنا أستخدم البس تمرير أعطي لي واحد غيري يجاوب السؤال هذا أقدر أستخدمه مرتين الفيتو ثلاث مرات الـ Golden مرة وإذا كان هناك سؤال عاجبني ما سأفعل يا أبو محمد ستيف مرة واحدة تستطيع تسويه في الحلقة كلها تسرق إجابة لأن السؤال هذا عاجبك وما تبع أحد غيرك يجاوبه وما أحد له حق يعترض عليك إلا يا عبدالعزيز أنه يحرق الـ Golden Vito يحرق الـ Golden لذلك خلونا نبدأ السؤال الأول عندك يا عبدالعزيز من أخونا Q اسمه Q فقط Q يعني انتظار أيه طيب يفكر لك booty من ذلك كاتب الـ rat طيب أنا ساخص النم Thank You ملك المنطقية أبو نعم هوهوهوهوهوه اذكاااااااااا, اذ كاتب بشكل عام بالنسبة لي أشوفها إما Conan Doyle اللي سوى أرسيل اللوبين أو أجاثة كريستي بس أنا أشوف انا ممكن اجاثة أجاثة كريستي لأنها حتى سر توقفها واختفاءها غامض زرعة الغموض في كل أعماله فأشوف أنه أذكى كاتب بشكل عام هي جاثة كريستي لكن عندما نأتي في أعمال العلمية من هو أذكى كاتب أكيد كاتب كونان كاتب كونان هو أذكى كاتب دمج ما بين الجرائم خارج نطاق المنظمة و الجرائم المنظمة و ربطها مع بعض و أنه دخل كاريتو كد والشاعب الذي يسويه فكاتب كونان هو أذكى كاتب يبدو سعيد أنا أحمد اليماني قوش طيب في أحد عنده اعتراض يا شباب لا سمح الله أحد يقول شيء أوكي بالمشي حق بنعامي هذه المرة لأنه ما عندي جوابه صراحة زين حبيبي كيوم بالله تواصل معي يا على الانستغرام أو التويتر أو السناب وبشر بسعادك روح أقل لي بعده السؤال يرجح لك عبد العزيز بعد الباص والسؤال من أخونا فارس أو فارس الزمن طيب السؤال يقول لك منوع في أكثر من انيمي يقول لك أكثر شخصية من الثلاث شخصيات كانت مأساوية وهي طفل صغير بالروح حق من انيمي كينجدوم ايسي ومن انيمي بكونه هيرا اكاديميا شيقاراكي ومن انيمي ناردته سباكنه نغارا عندك سؤال عبد العزيز طيب هو أرتب صح؟ أذكر ثلاثة منهم يقول لك أهي أرتب ثلاث شخصيات منه كان أكثر واحد مأساوية بينهم طيب أنا بقول في المركز الأول اللي إلى يومي هذا أشوفه أكثر طفل أو شخصية عانت وهي وهو كان صغير وقارا أنا نقول عانا معانا يعني بضيعة لا أب ولا أم وأقرب شخص له طلع مخدوع فيه وطلع أصلا يريد يقتله يعني فأنا أقول أن قارا أكثر شخصية عانت في الطفولة ومن بعدها بقول أنا إيسي فيتو حلو بن عامت يا حبيبي المركز الأول شيقاراكي شيقاراكي علاقة القارعة جزء بسيط من حنان الأم وهو كان يكذب عليه أن يحبه وهو اكتشف بعدين أن يحبه شيقاراكي من طفولته وهو معذب مشوه من تهي مسكين المركز الأول وبلا منازع هو شيقاراكي المركز الثاني إيسي بلا منازع كون أنك مأسور ومهان ومحتقا و لما ترجع إلى الحضن الحنون نبع الحنان شوف صفقة كف و قولك أكوه بيق عيونك بيق عيونك بيق الأمل في عيونك أكره و قاعدت ذلك و بعد ما وصلت بار الأمان تم تويد ضدك الدسائس كلها و المركز الثالث قال الله عليك أبو نعامي و رب أنك ترخ لقد كان عنده قوة من كان يقدر يدفع نفس البقين كان رضع صحيح صراحة براوو مع أنها ترافك المتابعة أبو كنينو كل اللي سمع القصة مني أنا بيض الله و أجه و مع ذلك أنصف شقاركي اللي مسكين كسر خاطر الله و صغير نروح السؤال اللي بعده عندنا في الباتريون والسؤال من أخونا السياف الأسود لا والله السؤال عندي أنا حين وأنا بعطيه باص حق أحمد اليماني حبيبي والله السؤال اللي بعده يقول لك يا أحمد اليماني من جميع اليمانيات حد ثلاث أركات تصلح تكون نهاية القصة وتبي حط سينار إضافي لنهاية الأرك و مشكلة أول شي جبالي حرب النينجا حرب النينجا بعد هزيمة مدرة صحيح وتنتهي القصة وتنتهي القبية و خلاص فازوا و عاشوا بسلام وتحالفت جميع القرى مع بعض بحب و إخار بقيادة نارته هذا نهاية سعيدة جدا ثاني شيء دراغون بول حرب الأكوان أشوف أنه يعني بعد نهاية الأكوان و عادتهم خلاص الكل يحترم بعضه يحترمون القون السعب وتنتهي بكذا لا يحتاج إلى نكمل بعدين أنا لا أدري ما تابعته الألمي وقف على كذا لكن المانجا مكملة فألسة فيها أحداث يشوف أنها كانت نهاية سعيدة وتنتهي هنا أحسن دعني أقول القلب الضالة في الأرك الثاني الأرك الثاني الثاني ما خلصته؟ في السيزن الرابع سأتدرك عن الأرك الثاني أنا في السيزن الرابع الآن أرك الثاني سيزن الأول سيزن الأول؟ أي そうですね بعد ما قاتلوا ضد الرئيس المنظمة ذاك والذي يستخدم الفيزا حقتها أي هذا في سن Thomas أي بعد ما خلصوا منها وثلاث الكلب ذاك اللي كان يجي لوراه إلى أنتظر مننا نهاية شعيدة شخص كذا قفل قفل عذا أنا عندي اعتراض صراحة على الأول أن هذه النهاية سنتجد يعني انت إذا حاطت الأركة أخر أركة يعني مش يستفدني صحيح فهذا أنا برجع حق حرب ضد بين بعد ما أركتهم بين وانتصار نارت ورجع وكيف أنه القرية رحبوا في كلهم خلاص صر هوكاقا انتهت الحرب وسلام عليكم وانتهينا بخصوص أن بين كان أساسا هو اللي ماسك لكاتسكي وقتها يعني نقدر نشيل ما داره مثل كذا نقدر يعني يصلح أنا شوف يصلح أركة تقدر تختم في القصة من وجهة ناظرية الشخصية الثنين ما فكرت صراحة بس أنا يعني لو بحط في بالي أركة يصلح نهاية القصة بروح حق هنتر نهاية أركة النمل يقدر يختم فيه منهاية طيبة شوف أبو لأنه حلم أساسا كامل بداية أن يشوف أبو قابل أبو وصلاه انتهت القصة يقدر ينهي على هذا القصة يعني يصلح الأرك هذا يكون نهاية صحيح لو بروح حق أرك بعد في قصة ثانية فيتو فيتو أنا أتراضي بس كان على ذاك أنا أعود أقول ناروتو حرب النينجا لأنه لوتها بين بين هو منشأ من مدرأ أصلا بين هو أساس و مدرأ فإذا أنا شلت مدرأ شلت الكراهية من البداية ما كان في أكاتسكي أساسا أكاتسكي هذه صنعت على يد مدرأ أساس لأكاتسكي مدرأ فأشوف أنه حرب الأكوان ناروتو أصلا كان بزر يوم انتهى حربه مع بين أخذ الهوكاقي من بعده كاكاشي وبعد كاكاشي ناروتو استلم الراية فأفضل نهاية هي بعد حرب النينجا أنه يصبح هو الهوكاقي بالنسبة للمركز الثاني أيضا نفس ما قلت المركز الثالث اللي جاب علي الآن وإبراهيم كان يفكر بليتش بليتش أنا بيكم أقولونا بليتش بليتش توا كده جاء توا ولا غرازي توا بعد قتال آيزن شوف إن كان يقدر يقفل أنهى البلن وهنا خلاص وقف القصة جميل جميل أنا أعرفيته عشان بليتش يعني بليتش أنا أتفق الاتفاق لما أتفقه من قبل يعني ليس هذا يعني بليتش حاليا سيئة بس كان يقدر ينهي عليها الكاتف هذا البقل وكذا نكون هنا الأسئلة تدعمين على باتريون ونحن نأخذ أسئلاتكم في اليوتيوب إذا تريد أن تطلع أسئلتك بالتأكيد تقدر تدعمها بعشرة دولار على الباتريون وفي مربع التعليق تضع سؤالك ونذكره في الحلقة وإذا لا تريد أن تدعم هذا من حقك طبيعي ادخل أكتب سؤالك في تحت في تعليقات اليوتيوب وأكثر الأسئلة التي أخذت تفاعل راح نقراها عندي أنا من الأول سنة اليوتيوب من أخونا السيد والسؤال عندي أنا لك بأقول باس لمحمد النعامي ويا ابو نعامي يقول لك لنفترض أنك أنت ماسك ستوديو و ستختار منغا تسوي لها أنمي ما هي ما هي مانغا ستكون أي منغا معروف سولو سولو ليفلنغ سولو ليفلنغ اختار ابو نعامي نعم هذا المانوى الذي تستحق يكون لها أنمي لكن ببعد عن الأعمال الكورية راح أقول لك أعتقد فتيان القرن العشرين فتيان القرن العشرين صراحة جميل تستحق لني وهذا لو من الأعمال اليابانية بسأول فتيان القرن العشرين سولو أعتقد أعلنه بسهول لني سولو برضو أقول أحمد أعلنه فخص نقول فتيان القرن العشرين طيب أنا بقول فيتو شوية عن العمل أريد أضيف عمل يعني من مانوى كورية من العمل هكتو باسكال كل اختصار عن بطل كان رئيس منظمة عصابة يتم غدرة من منظومته من العصابة نفسها وينسجن فيها وبعد ما يطلع من السجن يكتشف أنهم خضوا كل شي عنا كل شي بنى من سنوات وتبدأ تبدأ هنا مرحلة انتقام لكل أفراد العصابة اللي يرجع حقه اللي يسلبوه مننا حسنا طيب السؤال اللي بعده يعود لي بعد الباص من أخونا IPWP يقول أكثر ثلاث شخصيات من أي انيم يمكن تغير موازين القصة في أي لحظة أنا عن نفسي لو بتأني بقول لك عندك مثلا من انيمي بليتش يوها بخ واضح عندنا حاليا هذا اللي بدأ حطيته في مكانك بغير موازين القصة عندك من انيمي هنما باكي هنما يوجيرو تحطه في مكان بغيرك موازين القصة كاملة شخصيات ثالثة يوها الليبرتو من انيمي مونستر تحطه في مكان حقه القصة كي نعدي السؤال عشان نعرف دولة يقول لك أكد أذكر ثلاث شخصيات من أي انيمي ممكن تغير موازين القصة في أي لحظة ممكن يقصد في الانيمي نفسه بنفس العملية لا عادي يعني لا عادي يعني فإذا أحد عنده إضافة فيتو فيتو معليش 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 من انيمي وان بيس شانكس شانكس ممكن يكون شخصية بطل ممكن يكون شخصية شريرة ممكن يكون هو المنافس ممكن يكون هو المنتقم أي قرار ممكن يتخذها شانكس في قصة وان بيس بتغير موازين قصة وان بيس كاملة لدرجة نفي تصرفات الحين في قصة وان بيس ما تقدر تحكم شانكس هل هو خاين هل هو مزكي هل هو الشنب اللي أنا أقول عنه ما تدري فشانكس أكثر شخصية غامضة وتقدر تغير موازين القصة من انيمي ناروتو زيتسو الأسود زيتسو الأسود يقدر يغير موازين قصة بشكل غير طبيعي تلاعب بمدى أو نفسه كان يتلاعب بأشرة أو تلاعب بإندرو يقدر أي مكان ينظم له زيتسو الأسود يغير بموازين قصة ناروتو يتلاعب بموازين قصة ناروتو يوجهها توجيه غير طبيعي من أنيمي بليتش ظلمت شخصية مهمة يا باهيم آيزن سوسكي أي يوها باخ آيزن سوسكي تلاعب بيوها باخ نفسه لما قابله في القبو ونساه الوقت اللي هم كانوا فيه يوها باخ هد مجتمع الواح كلها راح لأيزن سوسكي فأيزن سوسكي يا حبيبي مو بس في أنيمي بليتش في أي أنيمي يدخل حتى لو راح آيزن سوسكي اليوهن لبرتو والله اللي يتلاعب قل بيتو جواب منطقي يقنع جواب منطقي يقنع بس أنه يعني جوابه هو ما يدخل فيه طيب أحد عندي اعتراض يا شباب عندي اضافة ذكوا في شرح باهيم في بداية الحلقة إذا ما قل بيتو فهم موافق على جوابي صح؟ صح؟ يعني إذا ما قل بيتو فهم موافق على جوابي إذا موافق تسكت هذا صحيح موافق تسكت؟ انا أو قل بيتو أنا أساسا أنت أخوي كبير ولا أقدر أعترض عليك ما طيعة أسلحتي خاب الله أنا مجنون طيب السؤال اللي بعده عندك يا محمد النعامي السؤال عند عبد العزيز عزوز السؤال يقول لك من أخونا سام اربط بين 2 من الأنميات من حيث القصة والأبطال وأهدافه لتكون في قصة واحدة ورائعة وناجحة جميع السؤال قوي قوي سؤال قوي يعني نكبني إذا ما عجلت يبا سقع كفيتو ترى لأننا نقول لدينا الحق إذا ما عجلت من سؤال سقع كفيتو لا هذا حق طيب والله شوف أنا ما أخطر بالي يعني أنميات مربوطة يعني بحيث أن القصة شوي متشابهة أو كذا بروح لأنميات الألعاب حق يحق لك اللي بقول فيه من بين داروينز غين طيب ومن بين الأنمي اللي كنت أنصح فيه وبشدة اللي هو battle in 5 seconds البطلين يملكون قدرة جبارة ساعدهم في عالم الألعاب طيب عشان بدون حرق ما أنا بنقول قدراتهم عادي يحرق يحرق ما عليك منهم الأنميات نازله خاصة ما في مشكلة طيب شخص قدرته أن أي شيء يمسكه يقدر يرجع يطلعه يعني لو مسك أي سلاح يقدر يرجع يطلعه ويستعمله يستعمله ضد خصمه حلو والشخص الثاني قدرته هي أن أي شيء أنت توهم خصمك فيه وتخليه يشك بأنها قدرتك تصير قدرتك الفعلية أوكي من حيث القدرات أنت حين أي والعمل هو عبارة عن ألعاب وستيجات وتجميع نقاط يعني أهدافهم متشابهة أي أهدافهم متشابهة هذا العمل الأول والثاني النكبت فيه خلنا نشاه حبيبي جميل روح فيه عمل اللي هو حق المقامرة ما اسمه؟ كايجي كايجي ذكاء والغاز ومقامرة وحلو والعمل الآخر اسمه في برين أيضا يعتمد على الغاز والبطل عنده قدرة أن يحل الغاز في وقته معين فالاثنين في نفس الوقت يعني نفس التصنيف كلهم على الغاز والغموض والاثنين كلها فيها طبعا أكشين وفيها دموية فكلها حلوة والاثنين لو اندمجت مع بعض وكان عندنا بطلين قادرين على حل الغاز بيسير شي جبار طيب بقول فيتو ما علي رح رح يبقى القولدون يبقى القولدون ترى يغويك الشيطان باقي لفه ايه باقيك القولدون يا رجال روحي السؤال اللي بعده يرجح ابن عامي بعد الباص طيب السؤال يقولك يا ابن عامي من مادرا يوجيها هلا يا مادرا يقولك ثلاث شخصيات من الانميات مختلفة حصلت على مبتغاها رغم حتى لو كانت طرقها ملتوية ثلاث شخصيات من الانميات مختلفة ايه نالت على مبتغاها حتى لو كانت طريقة ملتوية ما يتهم يعني طريقة انا شوف ان افضل شخصية حصلها مبتغاها ونهاية سعيدة هنا ردته ونصاره كاغل كل اعترف فيه حتى ابوه انا عندي نقطة نظام يا محمد السؤال يقولك رغم الطرق الملتوية ايه يعني استخدم طرق ملتوية اه رغم الطرق الملتوية يعني هو ما قال ذلك لا لا يقولك رغم الطرق الملتوية ايه حتى لو كانت طرق لا ما قالك بغضة نظر على الطرق رغم يعني استخدمها اضطرني استخدمها اوكي 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 فرهم 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 الشخصية الاولى اشوف ان ابو ناقا اودا من انيمي درفتر لما ساعد السامراي كان يحقق مبتغاء بانه يخدمه لده انه لا يكون هو القاعد انه يكون هو المخطط عشان يطمن الدولة تستمر بطريقة ملتوية الشخصية الثانية اشوفاري بوكو من انيمي كينغدوم حصل على مبتغاه باسقاط رأس من رؤوس دولة تشين بعدم المواجهة معه لا بسهم غدا بس حصل على مبتغاه بوكو جميل اتفق اتفاقه لما تفقه من قبل شوف اهلي شخصية الثالثة اللي حصل على مبتغاه برغم ان استخدم لطرق ملتوية ابو كايتو كد في ذكرياته مع ام كونان كونان لما كان يروح ويعطيها رسائل الى درجة انه كونان هون لي كمل حل الى غز انه يعني ورا اعتقد ابو كونان قاعد يسوي اللي يبيه ويوصل فانا اشوف تلاعب تلاعب غير طبيعي برسائل اللي يحللها كونان بعدين فيتو يا الله يا بو خد على طول جا في بالشخصية من انيمي هنتر حصه عم تغا رغمهم طريقا بالنسبة ليشوف ملتاوية اللي هو نيترو اللي أمانة يهزم ملك النمل استخدم طريقة ملتوية اللي هي القنبلة لكن حصل على مبتغاه قضى على الملك و الفرسان الثلاثة اللي معه فهذا تدبر طريقة ملتوية لكن حصل على مبتغاه بغض النظر عن الطريقة هذا رقم واحد هلو اثنين ايه طاق بيتو طوالب انا كنت أصفر اثنين بروح من انمي اللي هو شاسمه مونستر يوهن ليبرتو دائما وابدا كل خططة يحصل على مبتغاه بطرق ملتوية واهمها يمدخل الشركة حق واحد كان يطارده وصوى نفسا انها تلميذ عنده فاستخدم كل طرق ملتوية وسيطر على الشركة وخداره اللي وصل له هدافك كلها اللي يبغاه هذا اثنين ثلاثة لو كنا بروح حق شخصية حصلت دا ابروح في جيجيتسو كايزن في الجزء الاول مش ماهيتو الثاني قيتو حصل على شيء اللي يبغاه حتى لو كانوا بطريقة ملتوية او هوهم ان الهجوم كان على تدري لكن الهجوم كان على اللي هو صابعة سكنة ايه لاخذ فاهو بطريقة ملتوية على تنجل سما نعم و تنجل سما حصل الشيء اللي يبغاه بالضبط فهذه ثلاثة بالنسبة لي هم فيتو عندك بقي لك واحد فيتو واحد بولدن فأنت بتي تتغامر انطق طيب انا بقول فيتو انضيب اسماء خطر بالي يعني منثل ما كان يقول ابو نعامي عن ناروتو انا اشوف افضل مثال في انمي ناروتو هو أوريشي مارو حصل على مبتغة صحيح وطرق مش بس ملتوية اشد من الملتوية صح 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 حصل على الهوت التجديد انه مايموت يعني حصل على مبتغة بطرق يعني بشعة أو وعني انا بس عندي شخصية ضي عيد نق من اللي قالو نق من اللي قالو نق من اللي قلنا عاد اذا كده تذكر عن المئة اللي احنا تكلمنا عنها شوف فيديو في مثلا عندك في والله شيء في فون بيس طلع في بالي احد انا منول في بالي لفون بيس اسقع يا احمد اسقع فيديو اسقع لا تستنى بس عزيز لا تستنى طيب و نستخدم دي 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 عندك ها ايه طب انا شكرا لابو نعامي على المساعدة اللي هو من انمي وان بيس تيج حصى على مبتغة بطرق ملتوية مثلا عندك بالامبل داون عندك حتى في حرب المارين فورد نفسه هم اللي هم اللي هلكوا الوايت بيرد وهم اللي غلبوه واجهوا وحصى على مبتغة وراح فيعني حيوانا بلاك بيرد هو افضل مثال ممكن لشخصية حصى على مبتغة بطرق ملتوية صحيح احمد انا بقول فيتولي اضافة شخصيات من هنطر انا ما بقول نيترو بقول بريستن حصر على مبتغة وصار رئيس جمعية الصيادين وجلدهم كلهم بعدين استقال وكذا طرق ملتوية وطرق ملتوية وضحك عليهم وفي النهاية وهو اللعين الموجود في جمعية الصيادين اخذك لايك والله اي من ون بيس ايضا انا اشوف انتيتش حصل على مبتغة ارغم انها كانت مجرد محط صدف وقاك رغم الطرق ملتوية فان حصل على مبتغة اخذ شريمبلداون حرر طاقمه راح المارينفورد اخذ يعني من البداية من حظه ان تجي فاكرة الضراملين عنده ويروح يقتل اخا عشان ياخذها وبعدين يروح الامبلداون ياخذ طاقم يروح الامرينفورد ياخذ فاكرة الوايد بيرد ما تدلون بيروح كمان وش بياخذ فاتيتش اشوف اخذها بطرق ملتوية ارجع ايضا الى بليتش ابا اقول يوهاباخ اللي اخذ مبتغاه بطرق ملتوية من قتل يا ماجي يا ماما توقين ريوساي تلاعب عليه وجاب له شخصية وهمية قاتلة اللي هو ذاك اللي بتنكر بشخصيته عشان فقط يقضي على يا ماما توقين ريوساي ويسرق البنكاي الخاص فيه والله يا جماعة السؤال هذا مستعدين نحرك عليك كل اسلحتنا من اسلحتنا لانه في شخصيات كثيرة الواطين كثير الوصخين كثير والله طيب اروح السؤال اللي بعده واللي يرجع عندك يا ابن عامي بعد الباص الثاني ما سويت باص انا لا ما سوى باص جاوب دعين السؤال عندي لا سويت باص سوى واحد اللي يجب و هذا ما سوى باص سؤال الدحم السؤال عندك يا أحمد يقول لك من باص العزيز يلا إن شاء الله سؤال من أخونا عادل يقول لك شخصيات هزمت من ضربة واحدة بس أبعد عن أنمي سيتمعه توني وقول عطني ثالث الشخصيات هزمت من ضربة واحدة أول ما سمعت السؤال إجاب بالي على طول صورة لوفي لما ينهزم من كايدو بضربة واحدة ضربة ريمي هاكي واحدة بقول الإجابة الثانية اللي هي زاركي ضد فول برينك من أنمي بليتش نزيل لما هزمها تقريبا ضربة واحدة وفي الإجابة الثالثة اللي هي أيضا من أنمي وين بيس اللي هو اللي هو رئيس السجن ما جلن لما يهزم طاقم تيشكا لهم بضربة واحدة هذول الثلاث واللهي الثالثة ما قواه أنا ودي ودي بس جولدين كثير على السؤال جميل جدا والله ما عندك السؤال 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 اللي بعد يرجع لك يا أحمد اليماني وهو سؤال جميل جدا باصرة أبو نعامي أبو نعامي حدو أنت بدي باصرة برينك من محمد 254 يقول لك يا أبو نعامي نبي ثلاث أحداث طارت في عالم أنمي هزت عالم أنمي والسوشيال ميديا بشكل عام حسنا حسنا الحدث الأول أنا أرى حرب المارين فورد في وان بيس الحدث الآن أنا أعتبرها من الأحداث الجبارة حدث هزت هزت الحدث الثاني أعتقد أنه التكن تايتن الدك سواء أيام ما كان في المانغا أو الماجر في الأنيمي الحدث هذا صحة صدمة صدمة غير طبيعية وسواء ضجة في الإنترنت والأركة الأخي من نارتو لأنه اسمه وداعا نارتو ما أحد كان متقبل نهاية نارتو وداعا نارتو كان يتكلم وقته وانا أدفت أنه كانت موجودة ضجة غير طبيعية وداعا نارتو لكن لا بغير الأركة ليس شيء قوي من بوتو وداعا بس مرح أقول مين عشان لاحق على أحد وداعا وداعا الكيوبي وداعا كراما وداعا كراما هزت أكثر من وداعا نارتو جميل جدا جولدين فيتو أسكع فيتو لكن قبل يا أحمد اللي هز العالم في ون بيس هو الجوي بوي جميل جير فايف هو اللي صار ترنت حتى في السوشال ميديا وتكلم عنه لمدة أيام هذا في ون بيس أتفق معك هجوم العمالقة دك الأرض أو إيرن هز أيضا السوشال ميديا و الثالث ليس وداعا الكيوبي وإنما نارتو البارون طور البارون هو من هز السوشال ميديا أوكي صحيح ومنطقي أولدين ما يحق له هو منطقي منطقي جميل نروحك للسوال لبعدة سؤالي بعدة من أخونا رامي يقول لك يا أحمد اليماني هل تعتقد أن كيشيموتو أنها مادرة بهذا الشكل لتيح المجال اللي برده وارضاء الاستوديو أم أنها مخطط لموتها من زمان لا هو مخطط من البداية كذا وظهور عشيرة هيناتا هو أحد الأسباب إنه وجود الأكاتسكي مول أكاتسكي هو مخطط من البداية لم تكن معه الصدفة خلينا نقول لم يوفق في كتابة النهاية لكن هو مخطط لها ليس ما ظهرت فجأة كذا منطجي السؤال اللي بعد يرجع لك عبدالعزيز بعد الباص من أخونا يوزر اسمه صعب EV9CU9 هذا اليوتيوب مسمي هو اللي مسمي يقول لك تحدي الذكاء الوكيرة ضد يوساكو كودو وللوش في بريتانيا ستيل طالما في يوساكو كودو ولا تفكر السؤال يقول يوساكو كودو وحط نقطة بعد آخر السطر وانتهى والله يوساكو طيب السؤال اللي بعده لي أنا من أخونا أنس يقول لك أفضل وأفخم ثلاث إناث في عالميني من لما تتكلم عن إناث وفقامتها إذا ما تحط ثلاث شخصيات أنا نحن نفسه زلت أنت أنك تمت تجاوب كاعدت أجاوب هي يعني أنا أقول لك ثلاث شخصيات لا أجاوب يقول لك ثلاث شخصيات جاولت أمشيها لك يقول لك ثلاث شخصيات لا يقل مثل يقول لك ثلاث شخصيات الأولى من أنمي فيرتال إرزاس كارتو كذلك تحطها تيتانيا الثانية ميلاريونا من انبي بلاك لوفر إذا ما تحطها الثالثة من انبي بليتش أنا ما رتبتم طبعا من انبي بليتش أنا هنا تايتشو إذا ما تحطها ثلاثي ناث هذه لأنت أنا آسف أقول ما عندك ساعة ألفة ما أحبه لك فيتو بنا عامي يمديك فيتو بنا عامي طيب فيتو سام يا حرام أتبق معك فإننا هنا من بليتش صراحة القاعدة هنا هنا اللهي لو تشيل إرزا يا ويلك والشخصية الثانية صراحة من انبي كينغدوم ملكة الجبال يونتانوا إذا ما تحط يونتانوا ملكة الجبال أوكي يعني مقنعة صراحة مقنعة إيه ممت مو بكيفة السالثة ميه الثالثة وإذا بتكلم عني الشخصية الثالثة هنا أنا طبعا متورط بس كنت بقول إرزا بس لعالماني بقيلها مرهب إرزا وتخلصي تكون إرزا بعد أنا وريك ميهب إرزا ولا تترقد أنها راح تكون إرزا وبقول الشخصية مريليونا من بلاك لوفر مريليونا أعطني ثلاث سقطات أو سيناريوهات لم تمشي بالشكل المناسب حسب السيناريو بس مريليو سيناريوهات أعطى أحمد يا أخي فكني يرحم أمك طيب بالنسبة لي صراحة في نردته أنا تمنيت أن السيناريو يعني اللي صار أنه تطلع اللي هي كاكويا لا لا خل دي زينا كاكويا أنا كتب يتمنى أنه ينتي معه ما دروا خلاص نقطة آخر سطر ما تطلع كاكويا بالنسبة لي يعني معني اللي شفتها فيما بعد بردته عجبني وستتكلم لك أنا عن وقتها يمكن تتابعنا ردته هذا واحد ثلين من السيناريوهات اللي أنا ما تمنيتها بالحسن القطرة دايهوم يا ولد الرجا بلحق تارك البيغموم ارك البيغموم كان سيء جدا والحسن المحيدة فيه كاتي كوري فقط كاتي كوري الحسن المحيدة في هذى الأرك وإلا مكان لا داعي كلش الأرك هذا كان يمكن تسويه بطريقة أفضل قطار كاتي كوري برا راح رحلة ويتقابل معنوبي مثالDY ويضرب معه ولا يحتاجه يدخله فيه وهي البيغموم واللي معها كلهم مبتخر السطر هذا السيناريو الثاني السيناريو الثالثة أو السقطة الثالثة برا حق الخطايا السبع الموبيت نهاية اسكنور ما عجبتني ما تمنيت نهاية أفضل بكثير لهذه نهاية العطايا صراحة يعني مرة مرة زعلتي نهاية اسكنور يعني حتى قلت له خذ بوسه وراحه يعني كسرت قليب الرجال وكسر قلب وكسر قلب الرجال ايش فيك؟ انا بقول جولدن فيتو اكسر قلب الجلدة اكسر قلب الجلدة اكسر قلب الجلدة مقهور على الرجال طبعا انا اتفق انا اتفق من اني مي ناروت اللي هو السيناريو ما عجبني ايوان من طريقة كيف انه يغلبه مدرة وثاني شيء انه لما طلع كاقويا انا احس ما كان لها داعي يعني ابدا طيب كان يقدر يجيبها بفلاشباك او بشيء او بقصة جانبية ممكن اتقبلها الشيء ثاني او السيناريوهات اللي انا ما عجبتني اللي هي من اني مي وان بيس السيناريوهات بشكل عام كلها انه لازم التكرار اللي هو لازم الطاقم يدخل على الجزيرة ولازم يضيعوه ولازم بعدين كل واحد يروح يلاقي الى واحد عشان يتواجه معاه لا ولازم لوفي يخسر مرة ومرتين بعدين يفوس هذي من السيناريوهات اللي ما تعجبني يعني انا صراحة ما كان عندي لها مشكلة قبل السنتين بس بعد السنتين بعد ما لوفي انه تدرب وهذا نحس في بعض خصوم لوفي ما كان لهم داعي مثال هودي جونز مثال سيزر ما لهم داعي انها حتى لوفي يخسر منهم ولو مرة واحدة طيب الثالث بقول من السيناريوهات اللي انا شخصيا ما عجبني اللي هو طريقة نهاية ملك النمل من هنتر اكس هنتر يعني كنت اتمنى يعني انت حاب تنهي حاب تنهي انهي بطريقة انه نترك وكلها الفخامة هو اللي يغلبها بمجهودة مش بقنبلة يعني هذا مجرد وجهة نظر يعني اللي انا لانه كان يقدر كان يقدر ينهي اللي هو ملك النمل بانه يتعاونه عليه اللي هو زينو زينو جاي جاء بس عشان يوصله بتاكسي بس وخلاص طيب كان يقدر يواجهه معاه يعني مع نترو ويغلبون ميليوم يعني طريقة لا يلتجع لها الكاتب بأنه قنبلة هو مولدين بزينو مش تاكسي راغون لايف يعني وصله احمد لو سمحت ما يحقلك الاعتراض لا 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 لو سمحت وقال تاكسي يعني تاكسي انت اكثر واحد انت اعتراض طيب السؤال اللي بعد ابو نعامي السؤال عندك من أخونا عبد الله نقول لك السؤال من انيمي بليتش يقول شفنا ان القائد العام ياماتو قال انا لو دربت هذا الخبل زركي بيصير ملعون وقوي وممكن حتى ذاكو قاله لو وقف تدريبه لو دربه وش كان بيوصل قوة زركي كان ممكن يكون هو اعتقد اللي بيذبح مجتمع الأواح كله لان وقتها ياماتو كان مابي وحوش يعني ياماتو ببدأ يغير حتى طريقتها لو ياماتو مدربة كان صار احد الوحوش اللي اخراجهم ياماتو كان بيتفوق على اونهانا انهانا كانت تدربوا مجرمين عشان تفوق غضبها وتقدر تقتلهم لو زركي كان اوهو كان حتى يوهب واخ ما عاش ما كان عفع عامنا ويش بيكون تأثير هذا الشعر خطط ايزن لو صار ما كان بيكون ايزن حي عشان يكون له خطط الله جاوب جميل سؤال الاخير عندك يا احمد هات سؤال اول يقول لك يا احمد من اخونا بلو ستار ماذا سيحدث لو تقابل جيتو مع ملك اللعنات سكونا لا سكونا بيولى فيه غلدن فيتو غلدن فيتو في احتمالين ممكن يصيرون اذا قابل جيتو سكونا بعد ما يكون جيتو عرف ان سكونا هو ايتدري موقعين واخرج سكونا وقتل ايتدري وقتها جيتو يقدر يتحكم في سكونا وهذا اللي جيتو يبي يوصله يبي يجبر ايتدري طول السيزن اول ان يوقع عقد مع سكونا لان قدرت جيتو ان اذا قتل المتعاقد او الحاوي للعنة ايا كانت قوة اللعنة وهو يقدر يسيطر عليه لكن اذا كان ايتدري اكل كل الاصابع مش معظم الاصابع كل الاصابع حقت سكونا لا هنا قدتو ما راح تقدر لان فيه شيء هو قال قدتو حتى في الفيلم قال فيه احيان تبحث عن الجودة واحيان تبحث عن ايش عن الكثرة والكثرة دوما من نوجات نظر قدتو وقياساتها تتفوق على الجودة فاذا اكثرت اصابع سكونا اللي عند ايتدري فماما كانت تقنيك قدتو سكونا راح يمحيك فاعتقد قدتو يتحكم في سكونا بس مو بعد ما يأكل كل الاصابع اغلى بها اتفق في جزيه و جزيه ثاني احتضيها لنفسي طيب واقب واقب شنو جولدن شنو تتبق و تتبق اسكت انا ما قلت في جزيه اللي احتضيه ولا اتفق معنا فيها طيب كده يصير وصلنا هادي هذا الفيديو اتمنى يكون العرضاكم و أسساكم في النهاية نقول واقب يا حتى اخيوا صاني اكتب الفيديو باكت جولدن انا اقول عزوز سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا الان استغبر قوت ابو ليك لا تنسون اللايك و الاشتراك و شروعا يشوفكم مالا خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة